وفقا لمهامه وأحد أهم اختصاصاته في رعاية مصالح المواطنين والمقيمين في الإمارة وضمان توفير الخدمات الضرورية لهم كشف المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة قلال اجتماعه الدوري الاسبوعي برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي عن جملة من القرارات التي اتخذها وتحقق هذا الغرض فبمكتب سمو الحاكم بمدينة الشارقة وبحضور اسمو الشيخ عبدالله بن سلم القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي اطلع المجلس التنفيذي الموقر على عدد من التقارير والمقترحات المرفوعة إليه والتي كان من بينها المقترح المقدم من سعادة المهندس صلاح بن بطي لمهيري رئيس دائرة التخطيط والمساحة بشأن تطوير وتنفيذ استراحات الشاحنات على الطرق الخارجية بإمارة الشارقة وأشار سعادة رئيس دائرة التخطيط والمساحة أنه استكمالا للمساهمة في تطوير البنى التحتية وتنظيما للحركة المرورية في الإمارة يأتي مقترح استراحات الشاحنات بهدف رفع مستوى السلامة المرورية لمستخدمي الطرق الخارجية وللحد من عرقلة الحركة المرورية وتنظيم عملية الدخول والخروج العشوائي والحد من ظاهرة عدم الالتزام بالأوقات المخصصة لعبور الشاحنات وتضمن المقترح أنواع الاستراحات والخدمات الأساسية اللازمة فيها وقد وجه المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة في ختام المناقشات بالتنسيق مع الجهات المعنية بشأن إقراره هذا ومن جانب آخر اعتمد المجلس مشروع قرار المجلس التنفيذي لسنة 2015 بشأن تعديل قرار المجلس التنفيذي رقم 29 لسنة 2010 بشأن التسجيل العقاري في إمارة الشارقة وتعديلاته وضمن ما استجد على جدول أعمال الجلسة أصدر المجلس القرار رقم 38 لسنة 2015 بشأن تعيين مدير لمركز الشارقة الإعلامي وأنص القرار على أن ينقل السيد طارق السعيد اللاي النقبي من هيئة الإنماء التجاري والسياحي في إمارة الشارقة إلى مركز الشارقة الإعلامي ويعين مديرا للمركز بدرجة مدير دائرة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر